أَفَحَسِبْتُمْ أَيْ أَفَظَنَنْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ أي للحساب والجزاء فتعالى الله الملك الحق قال ابن كثير أي فتعالى الله أن يخلقكم عبثًا الله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثًا وَلَنْ يَتُرُكَنَا سُدًا وَلَا يَتُرُكُنَا سُدًا كما قال سبحانه وتعالى في سورة القيامة أيحسب الإنسان أن يُترك سُدًا قال الإمام الشافع رحمه الله تعالى أيحسب الإنسان أن يُترك سُدًا أي لا يُؤمر ولا يُنهى وإنما خلقنا الله لغاية عظيمة وهذه الغاية بيَّنها بقوله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يُطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله خلقك عشان تعبدوا سبحانه وتعالى والسعادة في الدنيا والآخرة في عبادة الله تعالى والشقاء والضنك في الدنيا والآخرة بالإعراض أو الانحراف عن عبادة الله سبحانه وتعالى لشان كذي رب العزة والجلال قال في سورة طاها قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى قال ابن عباس رضي الله عنهما فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى تكفَّل الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى أزول في النار وبحاجج في النار بخاصم قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى شكين الناس انقسموا ليس من في ناس ذيل همون الدنيا وذيل ما شغالين بالعبادة همون كل الدنيا بس إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون فذيل أصحاب الغفلة وهؤلاء هم أهل الدنيا وذيل ما بيرتاحوا واحد تلقاه دار الراحة ودار السعادة وما عارف خلقوا ليش نزاته عايش في الدنيا ياتلقاه من أهل الكفر أو من أهل الغفلة واحد تلقى زهجان من الصباح تسألوا تقول ليه تزهجان ليه يقول لك والله ما عارف تقول له عيان يقول لك لا ما مزوج يقول لك مزوج ما في أولاد في أولاد مفلس يقول لك لا قروش راقدة طيب مؤجر يقول لك البيت ملك طيب أنت زهجان ليه وقفت صف البانزي ولا شنو الله يقول لك ما في صف طيب أنت ما لك زهجان الله يقول لك ما عارف لكن غيرت من أصبحت كذفة تقول في ضيق كذف ما عارف إنه زات سبو وشنو قال ابن القيم رحمه الله تعالى في القلب خلة لا يملأها لا يسدها إلا ذكر الله تعالى وفي القلب شعث لا يلمه إلا ذكر الله تعالى وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى كل محب كل محب إذا وجد محبوبه وجد نفسه تتوق إلى ما سواه كل محب إذا وجد محبوبه وجد نفسه تتوق إلى ما سواه إلا الذي يحب الله تعالى ويستأنس به ويذكره فإذا أقبل على ربه وأقبل عليه ربه اطمأنت نفسه لقوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أشاكي ديال بيضيعوا زمنهم واحدين تلقاهم الليل والنهار في الكورة هلال ومريخ وما بعرف برشلونة وريال مدريد وتلقاهم تعبان بس كورة هم كورة بس وإحضر بالليل الغريبة إحضر بالليل بالصباح اشترين جريدة ديال ذاته بحيروك وبالليل حضيرها شت واحدين تانيين وده ما بيرتاحوا لأنه الليل غلبت بكر مغلوب واحدين ديال بتانيين سياسة تلقا تلاتين سنة يتكلم الظلط الفلاني والكبر الفلاني والمنطقة الفلانية وده المشكلة كذا وده الحلهم كذا وده كان قال كذا وده ما كان يقول كذا والمنطقة وده والسياسة الفلانية ولما نموت وكيل عريف ما بصلا لا في ساعة تعبان نجيب في الجرائب ومتاعب نفسه ساعة واحدين بتلقاهم ديل بتاعنا غاني واشياء زي دي تلقى شاب حزين تلقا قل ليت ما لك الله يقول لك غايته بعد شوية تلقاه يسمع في الغنى دار يرتاح يسمع في الغنى ودموعه تسيل تبكي ما لك الله يقول لك الفنان ده هباش ليه محل هباش محل وين وناس يخد شو فيهم زي أغفرنانين تركب الباصات يجيبوا الحاجات دي ده مش ترتح لك شعرك تلقى غنى شغال تركب ركشة تلقاه تقرب ترجف براه من الغنى أي محل غنى ماشي كافتيريا غنى وكلام فاضي زي لقيته باللفة والألم العلي خفة يأتوا ألم ده زاته وكلام فاضي ما أنزل الله به من سلطان وبلاؤه زي فديل ما بيرتاحه أزالنا صلغون أقول له أنتم مرتاحين أقول لك ما مرتاحين والله زهجانين واحد جاءبه في التلفزيون كلمني واحد أنا ما لدينا تلفزيون لكن كلمني جاءبه في التلفزيون فنان كبير قال له إنت أكتر شي بألمك شنو وبحميك النوم أكتر شي لما أنت تذكروا النوم بطير منك قال له والله أكتر شي موقف بس أهل موقف شنو قال مرة بغنى في حفلة لقيت بيتي برقص معا ولد بس قال قدر ما تذكروا النوم بطير من راسك من عيوني قال ورقص بنات المسلمين لما انفترا ذاته ولما جاءت فيه لقد قال له صعب المسأل وأسي الناس جاء إياه رمضان بعد الناس يجيبوا لهم برامج مفيدة ومحاضرات ودروس تفتح التلفزيون بعد المغرب تلقى بلاوي بعد العيشة تلقى مصائب ويجيبه عمك كبير الله يهديه أنا ما ذهر يجيب اسمه يجيبه عمك كبير بيجيه ثلاثة بنات وبيجيه أربع أولاد وهائي لي أفلان وهائي لي أفلان شياطين ما ربطوا ودين ما فكفكين أنا ما عارف دين ذاته بربطومتين وإلى الله المشتكى وبلاوي كثير والله الذي لا إلى غيره الله قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على الذين من قبلكم لعلكم شنو تتقون شأن تحقق التقوى أنا ما ذهر شتت الكلام لكن في ناس يطلبوا السعادة في الغنى وما بيلقوه أصلا ما بتلقاهم وناس يطلبوه في أشياء ما أنزل الله بيامن سلطان واحد تلقى في الأندية ولا تلقاهم اللي يمضي جابوها جديدة شباب تلقاهم في محل الجبن خاتم وبايل وأربع قاعدين جنب بعض ويلعبوا سوا ما شفتهم وكشتين وضمن وكلام كتير ده غير بتاعنا الدرد ما دي لك وبتاعنا اللخبة كل أشياء راحة ما في لأن الراحة دي الله والراك لا في القرآن سبحانه وتعالى لأن هذا الخلق الراحة في طاعة الله وفي عبادته فذا الجسم الأول من الخلق وهم أهل الدنيا قال الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال تعالى في القرآن إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون بتركوا يعني ويذرون وراءهم يوما ثقيل وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ألخص ليك الدنيا لخص ليك لو الزول بيفهم الدنيا دي في خمس حاجات قال في سورة الحديث يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب لعب ولهو من اللهو الغنى ذاته ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى أولئك لهم عذاب مهين ذا في تفسير ابن كثير هو الغناء قال لعب ولهو وزينة الدنيا دي فيها زينة وزخارف ما شايف الناس برا عربات مزيّن ركشات مزيّن البيوت تلقى كيف المرة من الصباح بس تصبح تسوي شكلا جبلين كذي وأعملين كذي والذي ودارين كذي وذي كذا إلى آخر الشوارع زينة زخارف البنات الأولاد حتى الأولاد بيقوا بزيّنوا حيروهن ذاته الله الذي لا إلى غيره أول بدي هو محرم تزيّن تمرق به لكن الله قال أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلِيَةِ وهو في الخصام غير مبين طبيعة الزينة وإن كان حرام على شنو تخرج بيّة تخرج بيع لكن شباب ذاتهم يحيّروك شكاة الله سبحانه وتعالى قال في القرآن إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زينةً لها سورة الكهف ليه زيّن لنبلوهم ده امتحان لكن هل بتنجرف وراء الزينة دي ولا بترمي قدام ذكر الآخر قال لَعِبٌ وَلَهُوٌّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ اتفاخروا بالأحساب والعنساب واتفاخروا بالأموال واتفاخروا بالمناصب ناس اتفاخروا بال ولك أنا كذا وذاك كذا وزول الدين ازخروا به شوفوا كذي فلك أخذ ذو المولانا ساي وزول الدنيا يعظموه وَلَإِنْدُ مَالِحْ تَرْمُوا وإلى آخره بلاه بواحد قالوا في القطارف قام يعمل نصيحة بعد بيسوف النصيحة الناس المسجد ملام بيسمعوا له في نص النصيحة واحد قال أخذ ابتع كار رسائح قال الناس فر بقماركين والله الذي لا إله غير واحد قال لده ابتع كار رسائح والله فشغال في الملجة ما بعرف الناس فرقوا طوال وإلى الله المشتك والكلام ده قديم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا الله ما قال نحن سنقسم سنقسم وإنما قال قسمنا في علماضي الكلام ده مقسم قديم بدري انتهى أما فيه اثنين ثلاثة فلذلك قالوا وتفاخر بينكم خمسة قالوا وتكاثر في الأموال والأولاد كما قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر مجرد ما زرت المقابر قال ابن كثير حتى زرتم المقابر أي صرتم من الأموات مجرد ما تموت بتعرف قيمة الدنيا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فديل ناس الدنيا القسم الثاني ديل ناس الآخرة وديل القام بالغاية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وباختصار شديد العبادة ما لم تكن على الإسلام لا يقبلها الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ودين الإسلام من أوله إلى آخره قائم على أصلين باختصار شديد دين الإسلام من أوله إلى آخره قائم على أصلين لو دار تفهم الإسلام ده بس تفهم حاجتين أول شيء الأصل الأول أن لا يُعبد إلا الله سبحانه وتعالى دذين الإسلام أن لا يُعبد إلا الله إتدار تنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى آه والله يُدخِّي لك في رحمة آه توحد الله ده أول شيء جاء في صيح مسلم وفي غيره من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن به قال جاء عرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان البيوجب دخول الجنة شنو والبيوجب دخول النار شنو البيوجب دخول الجنة برحمة الله تعالى والبيوجب دخول النار بحكمة الله وعدله قال من لقي الله لا يُشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يُشرك به شيئا دخل النار وجاء في الصيحين في البخاري ومسلم من رواية عتبان ابن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله من تقول لا إله إلا الله من جوة قلبك أنت محرم على النار وجاء أيضا في صيحين البخاري ومسلم من رواية عباد ابن الصامد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وجاء في سنن الترمذي وفي صيح الجامع عن معاذ بن جبر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاء وتصوم رمضان وتحج البيت أين استطعت إليه سبيل الآخر الحديث فأعظم شيء هو هذا الأصل وهو توحيد الله تعالى شكير رب العز والجلال قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الطاغوت ما تجاوز به العبد حده كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع وبعدها الطاغوت دمى من الطغيان مجاوزة الحد والآن كثير من الناس يخالف هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله ويخالف هذا الأصل لو قلت ليت بتصلي الأمن يقول لك لله بالصوم لأمن يقول لك لله تعالى يتصدق لأمن يقول لك لله تعالى طيب لمن تدعو بتدعو منه يقول لك بدعو الله سبحانه وتعالى براه الله براه بتناديه لا يقول لك عندك رأي في الجماعة ولا شنو تقول لي آتوا جماعة ولك الأولية تقول لي موشنا خلي رأيانا قال الله تعالى في القرآن في سورة الأنعم قل أغير الله أليك الله شوف الآيات دي واضحة كيف بس أنا أبديك ثلاثة مواضع شوف واضحة كيف الموضع الأول سورة الأنعم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم مش واضحة قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى وهو يطعم ولا يطعم واحد اثنين قال تعالى في سورة الزمر ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا الموضع الثالث قال تعالى في سورة الرعد دي كمان واضحة مرة واحد قال قل والآية دي فيها خمسة قل قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء مالون الأولياء لا يملكون لأنفسهم مش ليك لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وآيات كثيرة في القرآن تقرأ في سورة الشورى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولذلك جماع العبد يتولاه الله سبحانه وتعالى كما في سورة الأعراف إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وكما في سورة محمد ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وكما في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وكما في سورة الأنعام ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين فذلك العبد يتولاه الله سبحانه وتعالى هذا الرزق الله يريدك بعد تمشي العزول يا أخي ناس يمشوا السوق إنتوا تراهوا في ناس كتارة الحمد لله الله عافاهم نحسبكم لكن تمشي محلات تمشي السوق مرة في الحصحيصة مشيت في سوق كذي بسوق بهاهم بعدين لقيت محلات كذي زي رواكيب يا عمك كبير لابس نظاره كبير في السن والزول لبع طماطم لبع بصل لبع قش لبع زبيرات لقيته بس خاتلحة طبات وحاجات وحاجات زي البرازيل وحاجات زي الخارج كذي وحجبات وأشياء قلت لها حاج ده حجاب شنو قال لي ده جايب له طبل جديدة الطبل الواحد ده جديدة فيها مفتاحة الأصلي وفيها إزبيرين ولا فيها بجلد قال لها حجاب بتاع مشاكل كيف بتاع مشاكل يا حاج قال تمشي للقاضي وتفتح وتكفل ثلاثة مرات تقول اسم الزول عندك مشكلة مع واحد اسم محمد ولا القاضي اسم محمد محمد وتفتح محمد وتفتح القضية ده بتكسبها طيب هالبقروم حاما ربعة سنة وبتاعي نلف والدوران وبتاعي نديل وديل كيف ده واحد أنا ضحقني التاني ده والثالث تاني ده شنو قال لي ده للتجار تخدتوا في الدكان الرزق ده بجي كذي والزبائن ديل بيجوك وهو راكوب تجد ما فيه ولا زبون إلا أنا وجي تنصحه وزي ده تلقاه للظهر ما فطر تقول لي إنت فطرت لك ما ترزقنا لسه طيب حجاب الرزق ده بيشتغل متين إذا قال لي الظهر إنت ما فطرت ده الشغل ده بيشتغل متين يا جماعة الله قال في القرآن وما من دابة في الأرض وما من دابة أي دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها قال ابن عباس مستقرها في الآخرة ومستودعها في الدنيا كل عند الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يأخذ والد تلقاه قرأ ودكتورة عديل دكتورة وتلقاه تعبان ومبتلب الفقر ورأسه ملان زي ما بقوله أو صدره واحد تلقاه يجيب لناس يكتبوا لي اسمه وقروش ذاته حسابه كم ما عرف رزق دبي عليه الله سبحانه وتعالى عشان كذي ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة قال الأصمعي قال كان بدرس في الناس في القرآن في منطقة كلامنا في صفة الصفوة قال فجاء عرابي فقال ما هذا يا أصمعي قال أعلم الصبيان كلام الله القرآن قال هاتي بيتا وقال القرآن زي الشعر بفهم يعني وطبعا باختلف من الشعر قال هاتي بيتا فقال الأصمعي قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم قال بعض المفسرين المطر من السماء وقال بعضهم الرزق رزق العام وما توعدون الجنة رزق الدنيا والآخرة فقال الأعراب هاتي بيتا آخر فقال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون قال ابن الجوزي فقال الأعراب وصح من أغضب الملك حتى أقسم ثم خر ميتا وقع مات قال الغضب الله سبحانه وتعالى لمن أقسم دمن وفي السماء رزقكم وما توعدون والله أقسم ليك سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فلذلك دي لابد العقيدة دي تصحح الناس قسم تاني من العقيدة مسألة علم الغب الغضب تروح منه شي حاجة رايحة امشي لفلان شوف لنا الرايحة وين ويتب تشوف البعيد ويتب تجيبه ويتكذا ويتكذا وفي صحيح البخاري كتابة تيمم في صحيح البخاري عائشة رضي الله وعنها سقط منها سقط منها عقد واسماء اسماء بنت أبي بكر لهو ختا وده غير حادثة الإفق دي كبراء العقد وقع فجاءت الناقة فوطئته الناقة عفصته ورقدت فيه بركت فيه في العقد والكلام والكلام بعد صلاة العصر والصحابة دارين يرجعوا امشوا المدينة من مكة في حجة الوداع دارين امشوا المدينة فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عائشة ومعه الصحابة عشر ألف صحابة كلهم يفتشوا للعقد مكثوا من بعد صلاة العصر إلى أن برق الفجر للصبح يفتش والعقد وين تحت الناقة والبفتش منه الرسول صلى الله عليه وسلم يفتش هذه ده في البخاري أرجع عليه كتاب التيمم ودي مناسبة التيمم ذاته ذات المناسبة بتاعته الرسول يفتش صلى الله عليه وسلم وعائشة وعشر ألف صحابة ذات الأولية ولا ما أولية ذات الصالحين ولا ما صالحين صالحين نحن وننكر الأولية وننكر الصالحين لكن ما يدون حق الله سبحانه وتعالى ما ممكن الله يقول في القرآن جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون وتروح حاجة يمشي يقول يا شيخ فلان يشوف لنا الرايحة ويحوط لنا ويجيب لنا يجيب كيف يجيب كيف مالق العقد لما نصبح جاء قالوا يا رسول الله لا نجد ماء نتوضأ به فأنزل الله فأنزل الله نفعاً ولا أقول لك والرسل من أنفسهم من أنفسهم لا يعلمون الغيبة كما يجيب كما في هذه الأدلة بحثوا بحب المشركين والروم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل كتاب وبعضهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب ولو سمع بها دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ما بجوز له إلا يدخل الإسلام ولو قابل الله بغير الإسلام وقد سمعها فهو من أهل النار كما في صيح مسلم فالمسلمون كانوا يحبون انتصار الروم على فارس لأن الروم أهل كتاب والعكس بالنسبة للمشركين فلما انتصرت فارس على الروم فرح المشركون وحزن المسلمون بعدها الله سبحانه وتعالى نزل آيات هي سورة الروم في بداياتها ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الوقت داك الانتصار ما جاء لما الآيات نزلت الوقت داك الانتصار ما جاء وده كلام بتاع غيب إذا جاء النصر وحدث ما ذكره الله في القرآن هذا دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكذي هم الأنبياء أحياناً بيحتاجوا ليشي من الغيب لما يقولوا بيحصل كذا بالوحي عشان لما نحصل الناس عارفون إنهم شنو عليه الصدق فلما انتصرت الروم على فارس تبين صدق القرآن وصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم شكاية الله سبحانه وتعالى قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من الرسول بل وحي لكن بر ما بيعلم زي ما ذكرنا في القصة دي فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا كذلك مما يناقض هذا الأصل العظيم لننتقل إلى ما بعده دعاء غير الله تعالى واحد تلقى يصليه ويقر في الصلاة إياك نعبد وإياك شنو نستعين وذا تقديم المعمول على العامل ذا يفيد الحصر إياك يا الله تعالى نعبد نحن نعبدك أنت وإياك نستعين لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك إياك نعبد وإياك نستعين قال في الصلاة امرك بر بس في المسجد يا عتر يا فلان الحقن التاسي قلت في الصلاة شنو ما قلت لها الله فاستعين بك سبحانه وتعالى طيب تستعين بغير الله ليه تستعين بغير الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول في القرآن إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما عندك يشتعين والله الذي لا إلى غيره لأنها جماعة الله قال في القرآن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورة الزلع إذا دع غير الله نادى الأموات أو نادى الغائبين أشرك بالله تعالى شكير رب العزة والجلال قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال لك وتوكل على الحي ساي فالأحياء كتار لكن قال لك الذي لا يموت والحي الوحيد أو الواحد الأحد الذي لا يموت هو الله تعالى والكلام ده لا فيه نبز ولا فيه وساء ولا فيه شي ظهر المات يغسلوه ويكفنوه ويشيلوه أربع رجال ما قادر يتحرك يودوه المقابر وحفروا المطمورة ودى اللحد وخدته الطوب وليسوب الطيم وخدته فقلت تراب يمشي أخرى الدنيا الأربعة ذاته الشالو يعاتروا يقول لا الحقنا التواسي دفنتوا منه وأصلا لو بلحق كان شالوه أربعة أصلا لو بيتحرك كان يقول له فيه عن قريبه ده يقول له الشيخ نمشينا المقابر الحقنا عشان نصلي عليك صلاة الجنازة لكن شالو له والغريبة ابنه فوق ليه أوضة ابنه ليه أوضة حديث في صيح مسلم لا كلام وهابية ولا تبقى وهابي ولا كلام أنصار سنة ولا تبقى أنصار سنة ولا تبقى صوفي ولا تبقى أخ مسلم ولا جماعة من الجماعات أبقى مسلم مستقيم وده البنجيك من عذاب الله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ابن له في صيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ويجسس ويقعد عليه منه عنه وفي صيح البخاري ابن عمر مر بقبر فوجد فيه فصاطا أخضر ده في صيح البخاري فقال قبر من هذا قالوا قبر عبد الرحمن قبر عبد الرحمن ودلو عبد الرحمن بن عوف وما قال عبد الرحمن بن عوف ولا قال عبد الرحمن بن فلان لكن ده لو قبر عبد الرحمن بن عوف الأمر ذا عظيم أمر عبد الرحمن بن عوف عظيم لأنه ذا من العشر المبشرين بالجنة ولأنه ذا في صيح مسلم رسول عليه الصلاة والسلام خرج ليصلح بين متخاصمين فلما رجع وجد المسلمين أقاموا الصلاة فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم قال عبد الرحمن بن عوف بصلي قدام وأبكر في الصف عمر وعثمان والسحاب فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى خلفهم مؤتما به صلى الله عليه وسلم ده ساهل ده زول ساهل رسول صلى وراه بعد دلما لقوا عبد الله بن عمر وجد الفصطاط الأخضر في قبري قال قبر من هذا قالوا قبر عبد الرحمن قال انزعه يا غلام أقلع الشلاخ دار خلي قبر ساي انزعه يا غلام فإنه لا يضل العبد إلا عمله عمل البنفة سوى الأوضة وفي الأوضة باب وفي الباب ترباس وطبلة يعني الزول لو حي ذاته ما بالحق لو حي ذاته جوه إلا يفتحوه وبعد ده بعد طبلة دي إنادوه نازاته غريبين والله الذي لا إلى غيره وجد في المساجد للأسف يقولوا كلمة شنيعة وهذه الكلمة أعظم من شرب الخمر ومن القتل ومن جميع الفواحش كلمة الناس شايفينها بسيطة يقولواها في المساجد وللأسف الزولة اللي بيقولها تلقاه وبيجي قبل الصبح بدري مجرد ما تكلمت في المسائل دي يقول لك دي الكلمة شوف خطورته وين يقول لك المسائل الخلافية ما تجيب التوحيد خلافي يا جماع الله واحد دي خلاف طيب زول قال الله واحد المختلف مع هذا بيقول كم وفي الجامع ده بيختلف معا يقول لك وين الخلافية في التوحيد الناس بيختلفوا في في القبض نزدل ولا نقبض اختلفوا في الصلاة زول صلى بعد الصلاة لقى نجاسة في ثوبه صلاة صحيحة ولا باطلة يجيبوا خلاف العلم في المسائل يجيبوا الخلافات في لكن الله واحد نادوا الله في الشدايد ما تنادوا غير الله ما تعلقوا التمايم والعجبات طفل والده جديد الله حافظه في بطنه متسع شهور ما تعلقوا له كمون معلقوا له كمون يقول لك ده تقول لده شنو يقول لك من العين أنا والله يتعجب في الناس والطفل تلقى طفلنا ده ده بده عين حسا أطفالنا ده بدون عينها جماعة طفل تلقى مريل وصدر ملان خدرة بايتة وقول لك ده خايفين الدعين وده بد دعين ولا بد دعين طفلك ده والله الذي لا إلى غيره وده لك تلقى هنا أولاد نضاف ونائر وكذا ولا فيه كمون ولا في حجاب مر أنا في الشمالية عشان نختم طولنا عليكم ومشان الشمالية لكيبنا عربية زي أتوس كده جديدة بعدين السواق زول فيه خير نحسب والله حسيب الزول الوراي صاحبنا قال لي شوف تحت المراية دي في شنو أنت تحت المراية لقيت لي حاجة كده كيس وفيه كمون قلت للسواق أزمة الشي ده شنو ده بيحفظ العربية موش أنا دارة امتحنه ده بيحفظ العربية موش أو دارة وصل ليه معلومة قال لي هاي سايكو هاي بيحفظها قلت له عربية دي مش صنعها خوايا قال لي هاي قلت له الخوايا سوى فيها كمون الخوايا دي لسه عرباتهم فيها كمون ولا بسووا حادث ولا يشي سواقين أكتر مننا ذاته يا قلت له مرات تلقى مخزن بتاع كمون قلت له لكلام ده ضحك قلت له تلقى مخزن بتاع كمون إليم فيه حرامي اسرق ليه شوال بتاع كمون قال لي دردومتك الصغيرة شوال بتاع كمون تلقى في الزقاق ماشي الحرام الله يقال ليه كلامك صح أقطعه يا أخ قال ليه قطعته قلت له الله تزول فيه خير كونه زول يذكروه ويقبل النصيحة تزول شنو يو خير في الناس فلذلك هذا هو الأصل العظيم أن تجعل عقيدتك في الله صحيحة الناس يتوجه إلى الله هذا الرزق عند الله هذا يرجن أسأل الله سبحانه وتعالى ما تمشي لفلان ولا إلان هذا عندك قربة أمن يجيب المضطر إذا دعاه وأنا ماذا نكرر الكلام كثير لكن إنسان يوحد الله ويتوجه إلى الله ولا يتوجه إلى مخلوق كائنا من كان هذه الضعفة ما عندهم شيء يا أيها الناس كل الناس كلهم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الأصل الثاني ودواضح هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شأن الله يقبل عملك طبق السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود عليه في صيح مسلم وفي البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد اتبع السنة رسول بسبح بأصابعه سبح بأصابعك ما تجيب لك حاجتان بسبح بأطريقة معينة سبح بأنافس الطريقة بيقول أشياء معينة بقول نفس الأشياء زي ما بتمش للدكتور بيديك أربع حبات ولك كله ستة ساعات أبلح حبة وبتطبقه بحذافير كان ولد وقال له أصلي مبخشا البطنك شحن واحد قل له لا لا ده دكتور يا أخو وعنده جرعة معينة وأثر معين وكذا طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك تسبح معين زي ما المسجد عنده ذكر معين مبجوز تقوله يتداخل الخلاء والخلاء عنده ذكر معين مبجوز تقوله يتداخل المسجد فكذلك بقية العبادات تابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء في الظاهر والباطن وما تشتغل به كلام الناس وهذه نقطة أخيرة أختي بيها شفت البشر ديلا اللي هافين بره ديلا ما تشتغل بهم والله حسي أغلق شاب من الشباب حضر له حفلة وقلد الفناني خلوه زي قلد المصارع تطح بالباب وبوشم وحديد يخلوه زي قلد للاعب كورة بنطط زيه ولا بيشتغلو بهم وقل لك أخلوه تلقى في الخماسية ينطط بره ونبس ليش انكارات وحاجات يخلوه زي انلبس جلابية واحد فيها جيب قدام وجيب وره ولا بيسألوه اللبس فنيلة ونصليد وبنطلون تحي الضيق وعمل حاجات فوق واسلسل وحاجة كذين مكتوب فيها صاحب وإنما صاحب لبسها ولا بيسألوه زي والله يخلوه اليوم البجي افتح صحيح البخاري مج جماعة معينة مج طائفة معينة صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا في البخاري ومسلم خالف المشركين احفو وفي لفظ حفو الشوارب واعفو اللحة مج دا حديث صحيح اعفو لحيته النازل تصر ليه برام بقيت معاهم الدوك كم ولا يقول لك بعد شوية بتفجرنا أصله تبقى زي الجماعة دي بعد شوية بتفجرنا تقنبين مرة في البصة نراكب بعدين شغلوا هنا مشهد قدام للمضيف قلت له أسمع في حاجة مفيدة بأسلوب طيب أنا ماذا راح رجع قلت له في حاجة مفيدة تشغيل إلى المحاضرة ولا قرآن ولا كذي قال لي شي مفيد ما عندنا إلا الغنة ده مينفع معاك ولا مينفع قلت له خلاسنا بدي الناس دين نصيحة كده يتوقفوا قال لي خلاس الدين وقفت الناس شافوا على متى الجودة بتاعت دي لاوزوا في أعمامك وراء كبار وفي ناس قال إني دارة فجرون ولا تابع للقاعدة ولا داعش قلت له يا جماعة السلام عليكم ما في شي قالوا عليكم السلام قلت له يا جماعة الله قال في القرآن والرسول قال في السنة صلى الله عليه وسلم وبذيت لهم أول شي بذيت لهم بالموت الموت والتلون الموت ده فيه ثلاثة حاجات خروج السكرات بتاعت الموت مؤلمة وسماعة البشرة من ملك الموت وكذا وكذا وأول مرة تشوف ملايكك قدامك وإما تمود علي حسن خاتم ولا سوخات من ميمة كلمت لهم كلام زيدا وفي ناس الكلام ماذا يرينه لكن لو جامع كان بمرق لكن بس دمر ما فقط بس قاعد اسمه ها في مرة خوافة ورا قدر ما أقول وجاءت سكرة الموت بالحق تقول لي صلى الله عليه وسلم والتلامر أنا ما جبت اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن اتماعيك ملاوزة في نهاية الام أديتنا الموت وخشينا القبر والقيامة ومشينا الجنة والنار قلت الجنة ذي ببرد لهم في النهاية بعد انتهينا قلت له الله بعد ذلك الحجار كملت قعدت كانت زول شغل محاضرة قلت قلت قلب طوال قلب محاضرة شغل حاجة ثانية لذلك يا جماعة زول يتبع السنة ما يلتفت لكلام الناس بيستفزوك ويحاول يسخروا بيك وكذا وأنت الواجب عليك أن تكون على الحق حتى تلقى ربك وهو راض عنك أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلاء أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويأخذ من وصينا جميعا إلى البر والتقوى وأن يرينا الحق حقا نرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا نرزقنا اجتنابه وأن يجمعنا وإياكم جميعا في ذار كرامته إخوانا على سر المتقابلين ونشكر لإمام المسجد وللجنته وللمصلين على هذه الفرصة بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله